أهلاً بكم، إذن دعونا نقول أننا حصلنا على المنحنة R معرف، إذن هذا هو المنحنة R, R الت تساوي X الت I زائد Y الت J هو منحنة ببعدين على المستوى السيني والصادي XY ودعونا نرسمه فقط لنرسمه بنموذج عام. إذن هذا هو المحور الصادي وهذا هو المحور السيني المنحنة R ربما يبدو بعض الشيء مثل هذا دعوني أرسمه ربما يبدو بعض الشيء مثل هذا والذي هو جزء منه وكما تزداد T بالانتقال في هذا الاتجاه هنا ما أريد فعله في هذا الفيديو وهذا حقيقة أن يمثل متجه جبري أكثر من متجه متعلق بعلم التفاضل والتكامل وهو يحسب عند أي نقطة معطى هنا وبهذا نستطيع أن نجد المتجهات وخصوصا متجهات الوحدة بشكل واضح يمكنك أن تجد المتجه الطبيعي يمكنك فقط أن تقسم قيمته وأنت سوف تحصل على متجه الوحدة إذن أود أن أجد عند أي نقطة معطى المتجه الذي يمثل للأمام في هذا الاتجاه ولديه القيمة واحد إذن هذا سيكون اقتران الوحدة ولتفعل هذا أولا ستفكر حول ما هو مماس المتجه ومن مماس المتجه يمكنك أن تجد المتجه الطبيعي هو حقيقة يرجع إلى ما أنت ربما فعلته في الجبر واحد أو الجبر اثنين إذا كان لديك الميل لخط التبادل السالب لهذا الميل سيكون الميل للخط العمودي سنشاهد شيء مشابه جدا عندما نقوم به هنا مع المتجه مع هذا المتجه الجبري إذن أول شيء أريدك أن تفكر به كيف سنشكل خط المماس حسنا يمكنك أن تتصور عند بعض نقاط T هذا يمثل كيف سيبدو متجه الموقع إذن نسمي هذا R1 R1 هنا وإذا أخذنا قيمة لT إذا أخذنا قيمة لT فلنقل أن T هي الزمن بينما نحن خلال ثوان قليلة ومن ثم R2 تمثل بشيء مثل هذا هذه عندما تذهب إلى قيمة أكبر وبهذا يمكننا أن نقدر الميل لخط المماس أو الميل بين هاتين النقطتين الآن هو بالضرورة الفرق بين هذين المتجهين إذن الفرق بين هذين المتجهين هو يمكن تنفيره هكذا Delta R هذا المتجه زائد هذا المتجه يساوي هذا المتجه أو R2-R1 يعطينا Delta R هنا وعندما الزيادة بين R1 وR2 تصبح أصغر وأصغر لدينا T أصغر وأصغر T إضافي أصغر وأصغر الميل الميل لهذا الميل لهذا Delta R سيكون متقارب أكثر وأكثر من ميل المماس إذن تغير صغير لنهائي في T ليعطينا DT إذن سيتغير بكمية قليلة جدا هذه Delta R ونستطيع أن نمثلها بDR DR ثم نقوم بالتقريب عند معامل المماس إذن كان لدينا تغير صغير جدا في T ثم Delta R الصغيرة جدا DR سأطلق عليه لأنه سيكتب بالفرق الفرق الصغير جدا هنا والتي هي متجه المماس متجه المماس متجه المماس إذن DR DR هي متجه المماس DR is a tangent vector عند أي نقطة معطى ومرة أخرى كل هذا واضح لك قليلا لكن DR يمكن إعادة كتابتها DR DR تساوي DXI وهو التغير الصغير اللانهائي في X زائد زائد التغير الصغير اللانهائي في Y ضرب المتجه J DYJ وترى إذا رسمت إذا رسمت منحنة فلنرسم واحد آخر علينا رسم المحاور إذا كان DR يبدو هكذا إذا كان هذا DR ومن ثم يمكنك أن ترسم المكون الصادي وهذه هنا DY وهذا هنا هذه هي DX ونرى أن DX ضرب I DXI وهذه DYJ DY هي القيمة أما J هي مجرد اتجاه وهنا DX هي القيمة وI تخبرنا عن الاتجاه عندما نتحرك على الاتجاه الأفقي هنا هذا حقيقة سيكون سالب قيمة سالبة هنا وهذه ستكون قيمة موجبة بالاعتماد على الاتجاه الذي رسمته إذن هذا يعطينا متجه المماس والآن من متجه المماس أوجد متجه طبيعي الذي هو بالأساس عمودي لهذا المتجه هنا وبالتالي سيكون متجهان كهذا هذا سيكون المتجه عمودي على اتجاه اليمين إذا كنا مهتمين بالاتجاه أو المتجه عمودي على أو المتجه عمودي في الاتجاه الأيسر يمكننا أن نأخذ أي واحد منهم لكن في هذا الفيديو سنركز على المتجه الذي ينتقل باتجاه اليمين والذي سيكون مفيد في الفيديو القادم سنبدأ قليلا حول تفاضل وتكامل المتجهات إذن دعونا نفكر ماذا سيبدو هذا لنجعله أوضح دعونا نرسم DR مرة أخرى تبدو DR مثل هذا هذه DR هنا وهذه هنا هذه نطلق عليها DY درب DY درب I ومن ثم هذه آسفة هذه DY درب J والتي تكون باتجاه رأسي درب J ومن ثم بلون مختلف هذا بلون مشابه علي أن أستخدم الأزرق إذن هذا هنا هو DX درب I إذن نحن نعلم من فصل الجبر نأخذ المعامل السالب إذن هذا سيكون شيء ما حول عكس هذين الشيئين هنا ومن ثم نأخذ سالب واحد منهم لكن علينا أن نجد أي واحد يتجه إلى اليمين إذن أي واحد يجب أن نستخدم إذن دعونا نفكر به قليلا إذا أخذنا DY أخذنا DY درب I إذن نحن نأخذ هذا الطول لكن باتجاه I سنحصل على هذا إذن هذه DY درب I ومن ثم إذا أخذنا DX إذا أخذنا DX درب J هذا سيكون للأسفل لأن DX سالبة هنا فهي متجهة لليسار إذن علينا أن نعكس إشارة DX لتذهب للأعلى إذن نعكس إشارة DX لتذهب للأعلى لأن هذه هنا بإشارة سالبة باتجاه اليسار إذن هذه ستكون سالب DX درب J عندما نتحرك باتجاه رأسي هذا بشكل تخيلي على الأقل إذن أتمنى أن يكون هذا عرض تخيلي جيد إذن ربما يجب أن يكون للأعلى قليلا على أي حال سنحصل على شيء قريب لما يبدو عليه الخط العمودي إذن تماماً كما تعلمنا سابقاً حسناً نأخذ المعامل السالب بعكس X و Y أو التغير في X وتغير في Y عندما نأخذ عندما نأخذ سالب واحد منهم وبهذا لدينا الخط أو المتجه الخطي إذن متجه A سيكون سيكون DYI ناقص DXJ لكن بعد ذلك إذا أردنا خط طبيعي سنحتاج أن نقسم هذه القيمة دعونا نكتب هذه أولاً متجه الوحدة A إذن يمكننا أن نسمي هذا A المتجه A يساوي DY ضرب I إذن هذا سيساوي DY ضرب I ناقص DX ضرب J ناقص DX ضرب J بنفس اللون الأزرق ناقص DX ضرب J الآن إذا أردنا أن يكون متجه وحدة علينا أن نقسم على قيمة A لكن ما هي قيمة A قيمة A تساوي تساوي الجذر التربيعي أو أود أن نبدأ مع مربع DX إذن سالب مربع DX والذي سيكون موجب مربع DX DX تربيع زائد DY تربيع يمكن أن أضع السالب هنا لكن مع التربيع السالب سيختفي لكن هذا الشيء هنا والذي قلنا أن هذا في البداية عندما حاولنا أو عندما أوجدنا طول القوس هذا الشيء هنا هو تماماً نفس الشيء مثل DS لدينا DS أخرى مبينة هنا عندما نفكر إذا فكرنا حول طول DR كDS هذا تماماً ما يمثله هذا الشيء هنا إذن هذا يمكن أيضاً أن يساوي DS إذن التغير اللانهائي في طول R وهي قيمة قياسية يمكن اعتبارها القيمة المطلقة للمسافة لا يمكن اعتبارها متجهة يمكنك أن تعرضه بطريقة أخرى هو القيمة هو القيمة هنا لDR إذن الآن نحن بحاجة لبناء متجه وحدة متجه الوحدة عند أي نقطة هي هنا IN بإشارة المتجه في الأعلى تقول أن متجه الوحدة IN هنا ولديه القيمة واحد ستكون مساوية لA مقسومة على هذا أو يمكن كتابة هذا إذن يمكن كتابته يمكن كتابته ك دعونا نكتبه بهذا اللون كDY درب I ناقص DX درب J ومن ثم كل هذا درب ليس درب إنما مقسوم على DS مقسوم على القيمة لهذا إذن مقسوم على DS لكن هذه هنا سنكون قادرين على بناء متجه وحدة عند أي نقطة على هذا المنحنى وانتهينا ترجمة نانسي قنقرين على قيمة